مرحبا بنات، كيف لكم؟ اشتركوا الاخبار؟ إن شاء الله تكونوا كثيراً ونا أحب دينيا، لا أشتقتلكم قد الدنيا اشتركوا هذا الشيء اللي أنا كثير متحمسة أن أجربه معكم فوق ما بتتخيله، كثيراً هلأ شوفوا، يمكن معلومة أنت ما بتعرفوها عني بس يمكن اللي متابعني مني حاسسها أنا أكتر برودكت، بحب أجربهم بالميكوب هيك، وبستمتع، وأنا بجربهم هما الأرواش هلأ، أنا كثير، بحب البلاشر فوق ما بتتخيله، وكثير بحبه بس مشكلة البلاشر يعني أنه أنا ما بقدر أن أجرب أكتر من درجة في اللوك الميكوب الواحد لأنه ما فينا نشيله ونحطه أما الأرواج لأ، يعني أحب ما على قلبي أحطه ومسحه أحطه ومسحه، يمكن اللي متابعني على تيك توك أعرف لأنني كثير بجرب هناك أرواج هلأ شيء غلام، بعتوا لي هدول الأرواج من فترة صراحة، بس أنا بعدني ما فتحتهم بعدني ما شفتهم، بس شفت رفيوز البنات عليهم على الإنستغرام وعلى تيك توك شفت كثير فيديوهات ليوتيوبرز، لبلوغرز، انفلوانسرز نسويين عليهم رفيو وبنات ما بتعرفوا قديش كثير كثير شكرهم عجبني وألوانهم كثير كثير عجبتني فهلأ نحنا راح نجربهم راح نشوفهم وراح نشوف شرعينا فيهم والألوان وكل شيء أما أنت أن عندي توقعات جدا عالية لأنه أنا كثير بوثق بميكوب شي غلام يعني الدرجات اللي بيعملوها الصح القوام بيكون صح يعني بصراحة أنا عن جد لو تسألوني أنا لو أنت بنت ما عندك ميزانية للبراند الهاي اند اللي كثير غالية رحي على شي غلام فيا الله خلينا نتاح الباكس ونشوفه بسم الله أريد شي غلام كان عندهم أرواج بالكوليكشن تبع الفالنتاين كثير عجبوني، صورت لكم فيديو عليهم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ أنا أكت ما ريح أجرب لعشرين لون هون بس خلينا نقول ممكن أنا أجرب نصهم عاشر عاشر فاي فيه ستراحطهم كلها يتهم على إيدي عشان نشوف الألوان أولا خلينا نتكلم عن الباكسجن والألوان هي شي غلام شو هالكاياتا شو هادا شوفوا ما أحلى الألوان كتير حلو اللي أنا سمعت عن هدول الأرواج هم ترانسفير بروف ومات مطفيين شو يعني ترانسفير بروف يعني ما بيطبعوا يعني لما نعمل هيك فيهم ما بيطلعوا على إيدينا يعني مثل إذا شربنا بكاسة ماء ما بيطلع على الماء فخلينا هلا رح نسوي التاسط ورح نشوف كل شيء أول شغل رح حطهم أسويهم سواتشها لإيدي خلينا نشوف هكي الأرواج كلياتهم هيك سيلد فبدي هفتحهم كلياتهم جد شفت فيديوهات كتير لبنات يوتيوبر زم سوين ريفيو على هالكولكشن وكمان شفت ريلز على الإنستغرام يوتيوبر زم سوين عليهم ريفيو الألوان ليس بس بتحمس مع أني أمانةً ليس كثير بحب الأرواج المات يعني أنا أكتر هيكي بميل على الشغلات الجلوسي الشغلات الكريمي أكتر من المات بس المات حلو يعني المات مثلا أنا متى أحب أستخدم أرواج مات لما مثلا أنا أكون رايحة مثلا على مكان في أكل وشرب الجلوسي كثير بيهدل لأنه خلص بس تأكل لقمة بدك ترجع تحطي وكثير بيكون ستيكية إذا مثلا أنا بدي أروح على إبنت هيكي شي مثلا أنه خلص أنا بدي روج يثبت كثير بميل على المات بهاي المواقف بس مثلا بالحياة الطبيعية بالحياة العادية أنا الشخص بحب الجلوس أكتر جيدا له يا الشخص بحب الجلوس وهنا صنعت هذا اسمه التيكس قوتس فرح احطه هون واو القوام جدا كريمي عنا هون كمان احمر ثاني مين كاركتر انتوا لاحظين بس احطه كيف يسحب معاي عنا ابولد بلان اللون كتير كتير حلو بيريد محلا هون فضيعين دير تو بي واو بنات القوام بس بدي افرجيكم يا رح يبين هلأ لما احطه عشفايفي هيك يعني كتير كتير زده لا تتكلم يا دوب بس لمست كتير حلو اللون واو عنا رول بريكر شوفو هالالوان بلشنا ندخل في الالوان هاي الحلوة هاي الكل بيحبها هدا غاتشا اسمه غاتشا مش طبيعي هلا انكور انرجي رح احطه هون هاد السطر اللي من فوق كلاته الوان تنفع هيك يومية ها اللون واو رينت فري هاللون مش طبيعي كل الالوان عم بقول لانه مش طبيعي صح بس كتير حلوين تيك اكشن بحس هاللون بيجنن انتم لاحظين قديش بيجمنتد او مي جود شوفوا هاللون اسمه امريسكي واو واو بورن تستاند اوت هدا بحسوا هيك اغلب وغامق هاي كي بحسي ايدي ما فيها مكان بس اوكي بيجمود تحسوا يعني مليون الف درجة لكل لون يعني شوفوا مثلا الاحمر فيه كم درجة البني مثلا فيه كم درجة انه هيك تحسوا بيلبق لاغلب الاندرتونز هاد اسمه بلوت توست ايدي ورجعتني بلوت تايب واخر واحد اسمه باكي اخر لون صراحة ما كتير حبيته مش لقلي ابدا الورنجيات ها مش لقلي كتير متحمسة صراحة انا اجربهم بعد ما شفت القوام والبيجمنتيشن تباهم او او اديش وضوح اللون اشوفوا اديش قوي كتير واضح من مسحة واحدة فهايا بنا اوكي اول لون رح اجربه اللي اسمه قوتشا متحمسة جدا هادا اللون بيجي شوي نود مش حطى اي شيء على شفايفي اللي كنت حطى روجو مسحته بس ما في اي شيء على شفايفي يلا بسم الله او ماي جود القوام او ماي جود القوام او ماي جود القوام اوكي امبسطت عشغله صح انهم مات بس مش من النوع اللي بنشوف الشفايف يعني كتير هيك زبدة بسوا هادا اول لون وليش رايكم فيه بصراحة كقوام كتير 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 حبيت بس كلون مش احلى لون علي مش افضل لون علي مش اكتر لون بحبي مش كتير بالبالي بس كقوام كشكله على الشفايف بيرفكت احس الارواج ثابتة انه ما بتنشال كتير بسهولة يعني اذا استنيت عليها شوي بكون بدي ميكوب ريموفر اقوى او قوام زيتي عشان يشيلهم فالشي حلو انه هم ثابتين اوكي الدرجة اللي بعدها اسمها رول بريكر او كيوت الدرجة اوكي يلا اللون كتير ناعم انت شايفين كيف بتسحب معاي اوكي واو شوفوا بستخدم الجهة هاي اللي شوية فيها عشان احدد الزوايا اللون كتير ناعم شكله عشفايفي كتير حلو بحثوا كتير بيلبق لجامعة دوام الصبح كتير 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 حلو اللون مع اني انا مش كتير فان للورديات ما كتير بحب الالوان الوردية بس هذا كتير حلو اوكي استعتني هلا احطته صح شوفوا ايدي ما فيها شي شوفوا شوفوا ما فيه ولا شي حبيت انه على طول صار ترانسفير بروف يعني فيه كتير ارواج بيكونوا ترانسفير بروف بس لازم نستنى عليهم كتير بس هدول فورا اللون اللي بعده اسمه هاي كي هدا الالوان انا كتير بحبهم بحب البنيات المحروقة ها واو اوكي مصيح شوفوا شو حلو جاي شوي بنيات على شوي مارون محروق كتير اللون حلو على الطبيعة كتير شوفوا يعني بغض النظر عن الالوان كتير الالوان حلو بس بغض النظر عنها انا ممكن ملاقيها في اي مكان بس بنات القوام القوام شي تاني هدا هو اللون اللي بعده ايش رايكم فيه ترى ركزوا عشان بالاخير بدياكم تكتبوا لي شو اكتر اللون حبته اللي بعده عنا بولد تايب هدا كمان جاي شوي بني بس اي تنك هدا بني على اورنج مم شايخين هيك بني على اورنج جاي يعني نطيف بس مش احلى لون بالنسبة لي يعني فيه الوان اي تنك رح احبها اكتر علي انا فيه بنات هالالوان تطلع الجنن عليهم اوكي هدا هو شكله شوفوا بعد ما حطيته صراحة كامل حسن شوي حبيته بس ستل يعني مش احلى لون روج بالدنيا بس تافوا عند بطلع على الامرأي بصراحة لا عن جد عجبني يعني حبلش شوي اغير رائية فيه بس شوفت الوان كتير حلو هون فاحس انه اوكي حلو بس رح الاقي احلى انا متحمسة للأحمر كتير متحمسة للأحمر بس الاحمر رح اخليه اخر شي علشان رح اصوي عليه التست لعني المفروض انه يكون اقوى لون فيبين عليه كل شي هلا رح اجرب حاسة انه هذا اللون هيكي نود بني بس حاسة انه كتير كتير حيطلع حلو فا اوكي كتير كتير حلو اوكي اوكي بي جنن الارواج اللي انا بحبها الالوان اللي انا بحبها بي جنن شو رأيكم فيه على فكرة ما اناترى لينكات الارواج كلها المجموعة كلها تحت في التصوير بوكس اذا بدكم تشتروها وكما اكيد عندي كوت خصم اكيد انت عارفين خلصنا خمس ارواج هلا باقي خمسة زي هم رح اجرب جاي شوي هيكي على بيربل على بنفسجي على نود مش نود على بنك عارفين لهم تعريبا زي الكشمير هذا اللي بنات القوام حاضرني اتكلم عن القوام من هون اللي حد نخلص الفيديو مدخلني هذا جاي بنفسجي شوي لطيف فيه شغلة لاحظتها بالارواج لازم احكي لكم اياها لما تجوا تحطوه بيكون كتير سموث كتير هيكي يعني الابليكيشن تبعه كتير سهل او طريقة تحطوه كتير سهلة لانه زي الزبدة بس استنتوا على الروج انه ينشف شوي وجيتوا بدكم تزودوا عليها حاسيت انه في شوية صعوبة يعني ما بيكون سموث زي قبل يعني مثلا شوفوا هلا الروج نشف صح بحط يعني الشوي بنحط شوي بصعوبة اوكي فهي الشغلة لازم احكيكم عنها لازم شوي تكونوا سريعين بس تحطوا الارواج هذا هو اللون اوكي شغل تكونوا هلا عنا هذا اللون الناعم اسمه تيك اكشن ما هو الوردي للي كتير ناعم ولا الوردي الفاقع اللا نصل على النص لقد حبيت لابقة عن الاندرتون بحب هاي الألوان دائما حتى لما أنا أجي أحط ورديات كتير بحب أن أخلط معهم شوي أحمر عشان يعطيني شوي لون أكثر لأنه بحس أنا ما بلبق لي الألوان اللي فاتحة كتير فاللون هذا كتير كتير عجبني مليون من عشرة تيك أكشن كتير حلو أوكي باقي آخر ثلاث ألوان رح أستخدم هذا اللون اللي اسمه بيريد 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 وآخر هاتي أوكي هذا جاي هيك شوي أحمر يعني ندفة فاقع أحمر شو أصدي بنك شايفين اللون كتير فاقع بس خلي أحكيكم ليش هالألوان كتير كتير بحبها ومستحيل أنه أنا أطلعها لازم تضلها معاي هاي الألوان كتير بتطلع حلوة بالمكسين يعني مثلا إذا أنا بدي أحط روج بني لما أحط معه هذا اللون ندفة بيخلي اللون فضيع خصوصا إذا كان هون بالنص إذا مثلا بدي أحط لون وردي فاتح بس أحط معه هذا اللون بطلع بجنن إذا أنا بدي أحط لون بني شوي غامق بحط معه هذا اللون بطلع بجنن يعني هذا اللون أنا صراحة بالنسبة لي ما بستخدم أنه أنا أحطه هيك وأطلع فيه بس كتير بستخدمه بالمكسينج وخصوصا خصوصا خصوصا لما أحط فيه غلوس يا الله بطلع بجنن أو متأكل حتى غلوس وأحط منه هيك ندفة بالنص بطلع اللون خرافي خرافي فهذا صراحة إذا أنتم مثلا بتحبوا المكسينج زي يجب أن يكون عندكم آخر لونين اللوني راح أستخدمه هلأ اسمه dare to be مفروض أنه بني بس جاي شوي غامق فا يلا نجربه كزي ما توقعت اللون بجنن تخيلوا أن هذا ليس لعنابي هذا ليس أغمق واحد يعني عننا هذا جاي من البنيات كتير حبيت اللون كتير فخم كتير راقي كمان شغلي كتير حبيتها فيه وكنت مستنية لحد ما أجرب هذا اللون أو الألوان الغامقة كتير أشعر أحكي لكم عنها إنه هو مش باتشي شي يعني مش باتشي يعني ما بيبقع فيه أرواج لما تكون هيك غامقة لما نيجي نحنا نحطها ما بتحسوا إنه كل الشفاف فيها نفس اللون تحسوا إنه مناطق فيها غامقة مناطق فيها فاتحين ما بتوزع كويس أما هدول لا الشفاف كتير حلوين كتير حلوين بس بدنا نشتغل بسرعة نحطهم بسرعة عشان بنشوفهم بسرعة أنا أصفة جداً عن نظر شفافي بس لأنه صرت مجربة تسع أرواج معاكم فسوري كتير هلأ عاد إجاء دور الأحمر سأنا رسمت شفافي بالبلاينر أحمر عندي والدرجة اسمها التاكس كوتس هلأ عاد بدنا نجرب نحطها الأحمر بجنن وبدنا نسوي التاست عليه زي ما انتم شايفين أنا شفافي مش مترطبة مش حط عليهم أي مرتب شفاف ولا أي شيء فهي يا ربنا Oh my god Oh my god Oh my god لاحوان اوكي الدرجة 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 قديش اللون واضح شايفين يمكن هلأ على الأحمر يبين لكم أكتر إنه هو أبداً مش بعد شيء أبداً ما بيبقع بمناطق ومناطق لأ يمكن بس مبين التحديد أكتر لأنه يمكن الليب لينر اللي أنا استخدمت الشفافي أغمع من الروج بس overall شايفين الحلاوة كأنه مورلي موندرو فظيئة هلأ بنا نيجي على الترانسفير بروف تست هلأ إذا حطيتهم ما أخذ كتير وقت ولا شيء ولا شيء كلون كتير حلو كقوام أنا شفافي في كرة ناشفة قبل ما أحطه حاسة هلأ إنه هي مش ناشفة كتير مش مترطبة هو مش غلوس بس مش ناشفة يعني شوفوا كيف ملمسهم مش متشقق جاي حلو يعني مخملي كيف تستاني حابة أنا أجربه أستنى شوي عنا هون هاي القطنة تمام وعنا هون انينة ماي اللي راح أسويه هو أنه أنا راح أخلي بالقطنة هاي ماي حسنا شايفين نبلت وهلأ راح أحطه عشافي فيه وأشوف إذا هو فلن ترانسفير بروف ولا لا حتى مع ماي حسنا ما في شيء مرة ثانية حسنا؟ هم 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 واو ما في شيء كتير ثابت كتير ثابت أنا عادة عم بطلة شوفوا يعني فونديشن إن شاء في هون شوي بقع فونديشن بس ما في لون ما في لون كتير حلوين وهي هي كانت الريفيو تبعت أرواج دينامات بوم الجداد من شي الأرواج بصراحة كتير 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 حلوين أسعارهم كمان كتير حلوة نفس ما خبرتكم لينكات لبرودكتس كلياتهم تحت في التسكريبشن بوكس لو حابين أن تتشيروا أي شيء عندي كود خصم إذا حابين كمان أن تستخدموا بيخصم لكم مبلغ كويس وقلوا لي على التحت في الكومنتز شو أكتر روج حبيتوها أو شو أكتر درجة حبيتوها و بس والله إن شاء الله يكون أعجبكم الفيديو إن شاء الله تكون استمتعتم معي إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا أن تتساولوا لايك و سبسكريب و كومنت و أشوفكم إن شاء الله فيديو جديد باي باي موسيقى